بقى أسرع مما يمكن إن هي إيه؟ لابن بروكسي بطريق فيه فيه سايتات مش هنشوفها بس أنتم ممكن تدوروا عليها تشتري من عليها اوبن بروكسيز وتشتري من عليها بوت نت تقول مثلا عايز ايه؟ عايز بوت نت 35 ألف بي سي وقارنتيت 25 ألف بي سي مشي فديك ويف سايت ويف سايت ويقول لك ده عليه ما يقرر 25 ألف إلى 40 ألف بي سي وانت تشتري الويب سايت الويب سايت ده هتحط عليه عشان لما البوت نت يقوموا ياخدوا منك وينفزوا لك اللي انت عايزوا وانت هيبقى عندك لوج على الويب سايت ده وهيوريك كم ألف واحد عمل بكل نتش يعني هبعلك البوت نت هبعلك البي سي في أسيا في البيوت زي ما انت عايز عايز مليون واخر بالك هتفتح حيث تكتب الاتاكل اللي انت عايز المكان ده يعمله وبتبقى تبص على الاس بتاعك هو الويب سايت ده وتبقى تشوف كم واحد كم ديفرنت اي بي عمل عايزة بعد جاه ينفزه الاتاكل اللي انت عايزه ده موجود عادي جدا بس الابن بروكسيس دي خفت جدا خفت جدا لاني بقى فيه شوه بقى أحسن منك بقى انت عارف خفت ليه؟ لاني الناس بقى يتقوير بيه صحه ألا؟ بقى بقى بلاك ليست نحس ايه ده الميل ما بيطلعش ليه مش عايزة ايه كده؟ بس مع الوقت دلوقتي نتج الحوادث احنا بينا عافيه فعلى طول قوي ما بتسطر بيتميك شور كذا كذا صح؟ كان في حاجة دايما بشوفها اني دايما الاقي الوين سيستم كونفجر و اوبين فور ريلي الانترنال سب نت شفت ده كتير جدا ليه ليه؟ الاوتلوك مثلا او ايه لازم اعمل له اوبين فور ريلي عشان يبعد ميل من هالسيستم لان كان في حاجات كتير جدا مستدبه لمشكله ده بس مع الوقت والاول خفت جدا النظر الجديد بقى طيب فري ايميل سيفسيس فري ايميل سيفسيس فري ايميل سيفسيس فري ايميل سيفسيس فري ايميل اكاون ياهو حاجات سيفسيس جيميل برده بقى منتشر جدا بس طبعا بقى فيه مقداش تبعد لأكتر من كزا سانتر والعلاب بس كده قبل كده تقدر صح ولا؟ بس انا بلست كل الحاجات بس انا بقى منتشر جدا ثم منتشر جدا ببقى هنش راقين تبعد مع البروكسيس راقين لا تدرج تبعد بكما تدرج تبعد عدد معين يعني كل ويب، كل free email service بقى عامل limitation على السيرفيس بتاعته أصدق free services هدي مثال for simplification to simplify الموضوع عارف بس انت تروح على سايت بيبيع product وتلاقي عنده link اسمها ايه؟ tell a friend لو حطت ال email بتاعك ودست عليها كلا انا بعتنك email من غيره على ادن بروكسي صح؟ ولا عندي email account ولا حاجة ممكن انا اعمل طول اخليها تبعث ميارات ال emailات بهدف ان انا اعمل denial of service attack سيبك انك هيجيلك mail يعني عن product معين ممكن ما يكونش product ده وحش او وحش مش دي مشكلة مهمة انا اقدر ايه؟ attack شركة معينة so website اعمله sorry script اعمله connectه على website ده في الفيلد الفلاني يلست المليون email address دول ويكتف ايه تبص لا انت ال site بتاعك انا عندي بيرو site بتاع الشركة بتاعك عندي ومسلا تلافين تبص لايش site ده ايه؟ بيقع مثلا او القرشيسنج عالي جدا علي واتبص لايه مثلا ممكن يتعمله block طبعا اني انا اقدر بعض قولنا الناس اللي مستخدموا جايته علشان ايه؟ نغلسوا على ده نغلسوا على ده اعملوا attack نغلسوا على ده اه store input net blocks طبعا احما فيكي اين انا لو عملت open proxy او او اعملت بيت system على outlet على ال لابتون بتاعي امتديتها بعض بعد وقتها هتماني block صح انا؟ فالسناس بعمله ايه؟ حيل ما حالات ويهيه انه عنده مثلا مصاب نات 255 IB اللي عادي شغال سبعتان ساعات بيتأتش من اثنال على ال IB تاني لاني طبعا بيتم اللون ديكشن الحصر عاديتا من دلوقتي من الزمن لاني بقى فيه كتير free services block lists stolen net blocks عندي مثال عملي يعني مثال عملي عندي مثلا احنا ايه هنعمل الشركة بتاعتنا ده 12 فرع 12 دولة منهم من العراق فا هنقفل السايتة بس السايتة احنا كنا نشارين له 32 public IB هنقفل السايتة ونقول له خد ال 32 public IB وهات الخامسة دور اللي حد رفعهم وكده ولما انيبقى نفتح موجودين عندنا 30 IB موجودين 3-4 كامل سنين احنا حسنا فيش في دول اللي عايزين نفتح فيها شوق وباخد باله وجايبين public IBs مفيز بسيطة جدا وانيبقى من الموجودين وانيبقى الانترنت ممكن حد حصل طبعا مش عندي ايه في شركة ان في شركة حجزة public range. الاسباهر بيعرفوا public range ده اللي هي مش اكتف على الانترنت. ماشي؟ ويكتبوها ويشتغلوا بيها ويطلعوا بيها على الانترنت. فهي دي legal IPs. ابتدي بقية بعد. وتتقفل ويخش على الIP التاني. شركات كبيرة فيها. احنا الشركة مصرية انا عندي ثلاثة سابنت في مصر. يعني تيه 55 IP في ثلاثة. وفي دول تاني. سهل جدا ان الشركات الكبيرة تشتري حاجات زي كده. بس مش اكتف. ممكن واحد غيرك. ويبتدي يبعث ايه؟ سبام من اي حاجة. ويبتدي بحب IPs. لو فينا حد communication. يعرف الميكانيزم الموضوه ده بتعمله زي. شركات الكبيرة والسبامر بعمله زيهم. عندهم حاجة اسمه public router. عليه edge protocol. ERG. boundary protocols. اللي انا بقى fellowENC. ان السابنت دي reachable عندي دلوقتي انا طالع الانترنت. لكني بقى عمل route على السابنت دي اللي انا سرقه. محس تبقى routable على الانترنت. وابتديي البعط من اصلاحية. الكلام ده برده كان موجود دفترة. وهو بقى عليه الرسيطيشن. دلوقتي نتج ال ISPs. عشان يخليك تعدي سرور راوترز بتاعدي. لازم يفيريفاي السابنت اللي انت بتبغيب منه اجنس الهو اس داريكري. الهو اس ده ممتوب في الشركة بتاعدي. كذا كذلك. والسرائز دلوقتي مشغال والكونتاكت ايميل ادرس كذا. والتليفون كذا. بعد كده البوت نت. البوت نت هي المسؤولة عن 80% من نسمي الناس دلوقتي. يبقى كل الحاجات اللي فوق دي ملصف راحت عينيه. الدنيا الناس بتباتي. الاسم الميل بيباد ستو او زومي بي سي. ومعظمنا عارف يعني ايه زومي بي سي. نزيل عليه مالوير. المالوير ده بيكونيكت فريقوينتي على الويبسايت او على السيرفر بتاع الوقت اللي باعت المالوير ده. عشان ياخد منه قمانز. بعد هده ايه ينفزها. الموضوع ده انتشر على مستقر العالم في وجود دي اس ال. ليه سبيد انترنت كونيكشن. عبقى على مستقر العالم. وقيت يعني كل اللي يعني خيل معي. كم واحد في البيت بقى عنده دي اس ال. سبيد انترنت كونيكشن. يقدر يبعت منها الاف الاميلات. هو هو عاية قاعد بيشات. ومش حاس بحاجة. لانه عنده ميجا انترنت في البيت. زمان يمكن كان صعب انه يعمل في الحاجات دي. الاسبابر لجقوا للبوت نتس ديت. علشان هم ما معهمش فلوس. مشتروا صور كميوتر. يبعت مليارات الاميلات في اليوم. وحققوا مكاسب. فقالك نعمل ايه. استفادة البيسات اللي فاعها على انترنت دي. فقالك وتبعت بوت نتس وبعد كده. لو. لو رحنا على الايزا او على فايروول بتاعك. وشوفنا اللوك. تلاقيه كتير جدا. مش كتير جدا يعني. مش مفروض يعني. بس هتقدر تشوف لو عندك بيسيز. بتتكوننكت على ويب سايتس ولا لأ. ومعظم الويب سايتس دي تبقى بالبابليك اي بي. ظاهر عندك في اللوك بالبابليك اي بي. ويجي المدير يقولك ايه. في الويب سايتس الناس بخش عليها عشان نقفلها. بيمتلاقيه سايت اي بي. ناس كتير داخل عليك. فانت عايز تشوف السايت ده ايه يعني. خش عليكم بيسيز. خش عايي تلاقيه واقع. طبعا لان الراجل ده اللي هو البوت مستر. بيطلع بالوقتي. انت انفكتت بالمواني. بيقولك. الثلاث تاهم اللي جايين عايزك تكوننكت على السايت ده. اول ما بيكوننكت عليك. بيقولك. خد الاي بي ده. طبعا عشان يستخدها طبعا عشان ما الاي بي ده يتقفش. او هيتمسك. لان هو بردك اهد على بي سي. فبقبل ما. كل فترة بيغير مكانه. وانت عندك من الفاير وان تقدر تشوف الببليك اي بي ده. نسك الناس. مثلا. يعني معدناش عالية. بس ممكن يبقى عندك في الشركة تلاقي ناس كتير متخش على السنج الببليك اي بي ده. تلاقيه مش. ها. عمالي سأل فيه. أخي. البوتنط سديت نحنا قولنا انفكتب بي سيس. بي سيس عليها الميوير. انا اللي عامل انفكتشن للميسي. سروه ايميل انا. سروه ترويجن هوف انا ابعته للناس. الناس ده قلنا توجه نفسي في البيتس أو حاجة سيئة اي مكينة infected بتبعث لي بتبعث لي report نتجي انها بتبعث على الويب سايت عندي انا ممكن اكتب على الويب سايت دوت commands و email address لما الانفكتب بيسيز يطلع على الانترنت بيكونكت عندي على الويب سايت بينافس الcommands دي الطرف الcommands دي ممكن تبعي SMTP commands تلنت بورت كزا على الويب سايت إبعت للليستة دي غير كي كمان الport nets دي ممكن تبعى infected بSMTP engine بحيث الماكهنة اللي عليها client operating system تقدر تبعث email SMTP engine ده SMTP engine K او اتنين K اللي هو في قلنا سايت command تلنت mail from rcbt care بس فيه ديتكشن ميكانيزمس جبارة بس خلينا الناس ما عندهاش ديتكشن ميكانيزمس انا قبل ما استقبل منك لو عندي فايروالد عندي هعمل ريفيرس لكوب هعمل سندر اي دي هعمل حاجة كتيرة جدا هقدر اعرف ان الماكنة اللي انت بتبعثلي منها دي client operating system اذا ده بوتنات ده مش متسر فيه طبعا بس احنا بنحلي ايه؟ فيه ترتيب كمان هادية دي يجي مع مكاني عودة حالين تمانين في المية من السبام اللي يدانت على مستوار العالم هو من البوتنات كلنا الميتش في الميتش خلاص مابقاش فيه الـ free email services خلاص في الدنيا ولسه السبام يزيد تقريبا متين في الميتش لين لدى ميتش براضة او نعرف او نحن في الميتش او نحن في الميتش او هنه في ميتش او نحن في الميتش يوم مفتوحة بقى متحقق عندي او يعني حاجة مفتوحة عندي بسبب كده يا بروكسي يا اما بيحصل فيش سبب برا دول يوم تتعلم منه سبام عشان كده انت بتعلمني زي اعمل سبامر لا هنشوف بقى هنشوف هتعمل ايه هنشوف الحاجات اللي احنا عوناها الالعيب اللي بيعملوها ديت هنشوف كذا ميكاناسي ناضي يعني انا عايز اتأكد بقى ايه الملكرة عندي عشان بسابلسكين فلازم بقى ثي حاجة ساها يمكن تظن لا 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 دي المين ساندين ميكاناسم مش المفروض انت هتجو انت هتجو انتو الديتكتي بيتباعتلك الالسبام ازاي وكده المفروض هيبع عندك ايه انت سبام سيوشن وانت بتقري في الانت سبام سيوشن ده لما يجي يحكي لك انا بديتكتي بيعمل كذا سهول ميكانيزم ده عندك اويرلس عندك اويرلس ايه ده هيطل الديتكت الاميل اللي هو بباد سهول بوت نتس ناتج انه بيفريفاي اي 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 بي قبل ما استقبل منه اميل بيفريفاي ده جاي منين وحاجات زي كده وزي ما قولنا مثلا لو انت عايزة تتعرفي انت عندك بوت نتس ولا لا طبعا المفروض عندك انتفيروس المفروض عندك ايه فايرول على الكلاينت سايد المفروض فايرول على ال ايج سايد وعندك لوكس وزيب ناіч انا انا